لم تكد تبدأ تتراتي النهاية للفيلم حتى صار على الكثيرون مغادرين لصالة العرض وغيروا عابئين بالمشاهد الإضافية المحتومة وبينما أنا أراقب انسحابهما الفوضوي المخلف للقمامة والفضلات صرخت دون أن أدري يخسار التربيتي تحذير هام الحلقة دي حيبقى فيها حرية تناول واحتمالية كبيرة للحرق في كل أفلام على المرضى للسابقة بما فيها أنت جيم طبعا ويمكن بعض الناس تحس إن في بعض الإشارات الحارقة لفصول حبكة سبايدر مان فار فروم هوم نفسه أنا حكون حريص على البعض عن أي حرق كعادة الحلقات بس عشان عارف إن فيه ناس بتقفش على أقل إشارة وجب التحذير بعد أحداث أنت جيم بيتر باركر بيخطط عشان ياخد أجازة من أنشطته البطولية ويستمتع برحلة مدرسته في أوروبا بيتر كمان بيرسم خطة رومانسية عشان يصارح أم جاي بشعوره نحيتها ولكن نيك فيوري بيقطع أجازة بيتر عشان يقوله إن فيه أزمة كبيرة بتتطلب تدخل سبايدر مان الأزمة هي هجوم من وحوش اسمهم The Elementals والهجوم ده بيهدد الأرض بالضمار الشامل The Elementals جايين من بعد آخر ولكنهم مجوش لوحدهم جيه معاهم كوينتين باك أو مستيريو وهو بطل خارق من نفس البعد بتاع The Elementals وبيحاربهم انتقاما منهم عشان دمروا عالمه وقتلوا عيلته بيتر ما بيشعرش بالارتياح تجاه المهمة دي وبيحس إنه يمكن ما يكونش أنسب واحد ليها خصوصا إنه لسه بيعاني من حمل موت توني ستارك وإنه حقيقي عاوز يقضي وقت مع أم جاي وأصدقائه بس الخطر بيزيد وبيقرب أكتر منه ومن الناس اللي هو بيحبهم فيا ترى إيه اللي حيحصل سبايدر مان فار فروم هوم هو الفيلم رقم 23 في عالم مارفل السينمائي والفيلم الأول بعد فيلم أفنجرز أند جيم واللي بيعتبر فصل النهاية للواحد وعشرين فيلم اللي سبقوه لذلك من العدل إن احنا نحمل الفيلم ده عدد من المسئوليات أهمها هو تعريف طبيعة ونمط الأفلام والمراحل القادمة ومفيش مانع كمان من فتح بعض الأبواب لخطوط الحبكات اللي ممكن يتم استخدامها في الأفلام المستقبلية بس دي مجرد أهداف ثانوية للفيلم وبتيجي بعد إنه لازم يكون ممتع وحلو على الأقل زي سبايدر مان هوم كومين أنا أقدر أقول إن الفيلم نجح في كل الأهداف دي ولكن بدرجات متفوتة قدر فعلا إنه يعرف طبيعة ممكن تكون مفيدة في أفلام الأم سيو القادمة وهو الدمج الثالث لمواجهة حامية في وسط صراعات شخصيتنا الرئيسية ما بين الأحمال اللي هو شايلها من الأفلام السابقة والتحديات اللي حتقابله في مستقبل الأفلام في رأيي ده قابل لإعادة الاستخدام ومش ممل وما بيشكلش تراجع عن درجة الملحمة اللي سبنا فيها الأم سيو ولكن للأسف كل مشكلتي مع فار فروم هوم هي نقطة المواجهة الحامية فيلمنا ممكن ببساطة نقسمه لفصلين فصل تقديم التهديد وبداية محربته والفصل التاني اللي بيحصل فيه تحول في معطيات الحرب دي وبيقضنا لغاية خط النهاية ما بنضيعش أي وقت في أي بناء درامي أو عاطفي البناء ده موجود ومؤثر ولكنه بيتقدم في وسط كل حاجة تانية بتحصل مشكلتي بقى إن النص الأول بيخلي النص التاني متوقع جدا وده ملوش علاقة بالكوميك بوكس وما إيه ده كان المشاهد عارف خطوط القصة والشخصيات مسبقا ولا لأ كل حاجة بتحصل على الشاشة بتزعق في وش المشاهد بإن الفصل اللي انت بتتفرج عليه ده هيخلص والفيلم مش هيخلص معاه واللي فرسني بقى هو إن الفيلم حاول يحقق المستحيل حاول يخدع المشاهد رغم إن كل حاجة كانت بتشتغل ضده الإقاع السريع التقديم الباهت للشخصيات والخلفيات المواجهات الغير مبهرة كل ده غششنا إيه اللي جاي أعتقد إن النقطة اللي ممكن نختلف فيها هي ما إذا كان الفيلم فعلا حاول يخدع المشاهد ولا لأ أنا ميال لفرضية إنه حاول فعلا أولا لإن الفصل الأول أخذ وقت طويل جدا وثانيا بسبب المشهد اللي شرح كل حاجة واحد من أضعف المشاهد في تاريخ الأم سيو كمية كبيرة من طرح الخلفيات واستمرارية الأثر الرجعي والفلاش باكس والعواطف المزيفة محشورة في مشهد واحد ملوش أي احتياج درامي على نص الفيلم حقيقي أنا كنت محبط لدرجة إني بدأت أشك إني ربما ما عاملتش فيلم كابتن مارفل بالعدالة الكافية ولو شرحت أكتر من كده ححرق بجد ولكني مقدرش أنكر العناصر اللي فضلت مستمتع بيها من بداية الفيلم زي الكوميديا من الشخصيات كلها وزي الإشارات الكتيرة جدا من الماضي والحاضر والمستقبل واللي ادتنا عدد كبير من اللحظات الجمدة جدا وزي فلاش شخصيتي المفضلة بدون أي سبب واللي يبدو إن اهتمامي بيه حيجيب ثمن قريب وزي بناء العلاقة ما بين بيتر وأم جي وزي العلاقة العاطفية المفاجأة ما بين ناد وباتي وزي الأداء التمثيلي لطوم هولن بشكل عام وزي تعبيره عن صدمة الهوية اللي تسببت له فيها أحداث انفينيتي وور واند جيم أقدر أقول إن العناصر دي هي اللي أخدتنا بسلامة لغاية الفصل التاني اللي كل حاجة فيه اتحسنت بشكل ملحوظ أخيرا ما بقاش عندي فكرة واضحة عن إيه اللي حيحصل بالضبط آه طبعا هو لسه فيلم أبطال خارقين وكلنا عارفين الدنيا رايحة فين بس على الأقل ما نعرفش إزاي بقى فيه خطر حقيقي بيهدد زمايل بيتر وده خلى مشاهد الأكشن والمواجهات متيرة وممتعة أكتر بقى عندنا عملية شفاء بيتر باركر من صدمة الهوية اللي جات له وده تقدم بشكل كويس جدا من خلال المواجهات والتجربة البصرية والسماعية بشكل عام بقى ليها هدف وظهير درامي الفيلم ده دليل ملموس على الواقع المعروف بأن ما فيش مؤثرات بصرية مهما كانت عالمية بتصنع فيلم لوحدها حتى على المستوى ده وبالحجم ده غياب الظهير الدرامي بيخليها شبه عروض السيفن دي بتاعت الملاهي بشكل عام أنا عندي أسباب تخليني أقول أن سبايدر مان فار فروم هوم أحبطني حاول يعمل المستحيل دراميا وأهضر موارد لا نهائية لتحقيقه ومع ذلك كان عنده خطوط درامية فرعية جيدة وأسباب كافية من المتعة لربط المشاهد للنهاية وده اللي تمت مكافئته بشكل عادل في الفصل التاني وتمت مكافئته أكتر وأكتر في مشاهد ما بعد تتر النهاية واللي فتحت الأبواب لاحتمالات إحنا عمرنا ما سمعنا عنها قبل كده تقييمي لفيلم سبايدر مان فار فروم هوم هو 7 من 10 مش وحش أبدا بالنسبة لأول فيلم بييجي بعد أنت جيم ولكن بكل تأكيد كان ممكن أحسن من كده بكتير منقشة الحلقة بعد الفيلم ده بقى عندنا 3 أبطال خارقين بفيلم واحد مستقل في الأم سيو تحبوا تشوفوا الفيلم التاني لمين فيهم أولا ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتز ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تكيلكم الحلقات أول باول وتابعوني على فيسبوك وتويتر وبي باي اشتركوا في القناة